هذا معنى هو صاحب مخدرات يا الله عرف طيب تفضل كلم تفضل السلام عليكم بكم السلام ورحمة الله حيات الله خدنا أظن حياتي الله صلوات الخمسة صلوات الخمسة صلوات الخمسة صلوات الخمسة بأنه صلاة الصبح والظهر والعصر لم تذكر بالقرآن إنما لا ذكر النبي صلى الله عليه وآله بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فذكر كيفية الصلاة في هذه الآلية وعلي بن نبي طالب عليه السلام هو الذي صلى صلاة النبي فذكرهم بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وآله بعد أن تركوها واضح واضح خدنا ماذا يصد بصلاة الوسطى موجودة بحديث المعصوم عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وآله أما ماذا يقصد بالصلاة الوسطى فيقصد أنه صلاة العصر وبعضهم قال صلاة الظهر في تفاسيركم شكرا لكم الله يحفظه شكرا نعم فل هذا الحجاب فرغ نعم الحجاب فرغ شنبي ميز الشعر شعر الرجال إذا هو شعر نفس شي واحد هي مو قصدي هاي الشعراية هذا اللي بيها العضو شنو السليكوني هذا العضو شنو العضو هذا أبو باقر للشعر مو القصد هاي الشعراية القصد موسيدا اي القصد أنه الامرأة الامرأة لاحج الشعر من المحاسن الشعر من المحاسن يعني من محاسن المرأة الشعر اي يعني الرجل الآن إذا يريد يروح يخطب أي إنسانة يخطب إنسان يجوز له أن يرى شعره لأنه من المحاسم هذا من المحاسم إنتي ما تعرفين حضرتش إذا تشوفين شعر الرجال ما لا علاقة معه أصلاع يجوز هو يعني إنتي شفتين إيش رجال راح تزوج إمرأة صلعة ما ممكن لأنها من المحاسم أختي الكريمة المرأة تزوج رجل أصلاع زوان أصلاع عنده شعر عنده قصيبة لا يعني شيء أبو باعو قريدة وحده صال عن ذي بشنون يعني ما الله ما أدري تلبس باروكة شكرا أن أختنا نعم عدي سؤال آخر بفضل هي متعمدة الظاهر محرجة بالكلام أو كذا أنا أعرف فضي أختنا الحجاب أنا أختنا شوفي لا لا آيات الحجاب موجودة خلّ خدمتك آيات الحجاب موجودة ليش المرأة يفرض الآن يقول لك الأخوة آيات الحجاب ليش المرأة يفرض عليها الحجاب ولا يفرض على الرجل حجاب مع العلم هذا عنده شعر وهذا عنده شعر ذكرت الأخ أبو باقر لأن المرأة من مفاتنها الشعر الله والشعر أرجوحة الشمس ما أحيلاه على المتنين ينزلقوا فالشعر أختنا هو من مفاتن المرأة ومن أمور التي تجذب المرأة لكن كثير من النسوان الله وكيف يكون النسوان يحبني الأصلع وقبل تقريب ستة أشهر قرأت تقريرا أن نسبة النساء وهذا هنيئا لذول صلعات القرآن نسبة النساء التي يحبن أو يتوددن إلى الرجل الأصلع أكثر من الرجل الذي عنده شعر لكن عند المرأة مثل ما قالت لأخ أبو باقر أنه الشعر هو من مفاتن المرأة بارك الله بيتي ولذلك أنت أنا الآن أسئل السؤال أسئل السؤال اسمحي لما دخلنا بهذا الموضوع الآن أمرأة متزوجة أمرأة متزوجة وشايرة شعرها على قوتنا بالعراقي كوباية لافة شعرها لما تأتي وتريد أن إلى زوجها لهو شايف شعرها لما تريد الآن أن تغري زوجها في الوقت المعلوم تبقى لافة شعرها لو تسوي أمور أخرى تفتح شعرها رحم الله والديك ليش؟ لأن هي تعتقد وأنت تعتقدين وأنا أعتقد أن الشعر من جمالي ومفاتن المرأة التي تجذب به الرجل زي أن أنت نزعت الحجاب صارة مغناطيس يا اللي يجي تريد الجذبي الله ما يقبل صارين مغناطيس أعرفت أختنا؟ أكثر الأممال تصرف على الشعر في أمريكا وكندا والغرب والكوافير والألوان كلها على مدشعر ماكو غير إلا الشعر أحسنت أبو كريم على هذه النقطة عقلانية وواقعية أحسنت طيب أختنا أنا ما بقى عندي هو مو موضوع لكن نزولا إلى رغبتكم أجبت عن هذه الأمور شكرا جزيلا أختنا الله يرحموها بيكم طيب الجوال عندي كلام لمحمد رضا هو من علماء الثلاثية فضل أبو كريم طلبت آية من القرآن في مسألة الحجاب خرجين سيدنا بس خلي السيد أبو كريم يتكلم تفضل سيدنا تفضل الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليضربنا بخمرهن على جيوبهن بخمرهن على جيوبهن هذه منطقة الجيب الخمر ما يغطى بها الرأس يعني الآن لما نقول خمرت العجين خمرته ما بغطيته من الأعلى فهو غطاء من الأعلى الله سبحانه وتعالى أمر أن يضرب هذا الغطاء حتى على منطقة الصدر هذا هو نص القرآن الواضح في هذه المسألة فضل حجي أخوتنا كوين إذا تريدين أنت عندك أسئلة أخرى بس سمعني أنا الوقت ضايقني بالفضائية إذا عندك أسئلة دخلي على قناة الحجة وقناة وعد اللامي في أرقام موجودة كتبي الأسئلة وأنا أخليكم تستطيعون مثلا ويا السيدة أو إحدى الأخوات تنفعكم في هذه القضايا جدا صدقيني الله يحفظك الله يرحموه لك شكرا على حسن أدبك وطرحي بارك الله بكم طيب أخواني أنا قبل أن بقي ثلاث دقائق ثلاث دقائق